نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشوان الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني ممكن سموه على العلاقات المتينة والقوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة والحرص على تنميتها وتطويرها بما يتوفق مع رؤية القيادة في كل البلدين معربا سموه عن اهتمام مملكة البحرين وتطلعه نحو توسع أطر التعاون مع دولة قطر الشقيقة على كافة المستويات جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة لسموه وذلك على هامش افتتاح استاد خنيفة دولي بالدوحة لنهاياته كأس العالم لكرة القدم الفين واثنين وعشرين هذا واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخنيفة بالعلاقات الشبابية والرياضية بين مملكة البحرين ودولة قطر والتي أرسلت دعائمها القيادة الحكيمة في كل البلدين معربا عن ماله في تطويرها بشكل متميز في المستقبل للاستفادة من تجارب البلدين في القطاعين الشبابي ورياضي وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخنيفة عن خلص تهني لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني بمناسبة افتتاح استاد خنيفة دولية الذي يعتبر أول الملاعب التي تم الانتهاء ضمن حزمة مشاريع ملاعب كأس العالم الفين واثنين وعشرين والتي تسعى دولة قطر إلى تنظيم أفضل نسخ المطولة من كافة النواحي الإدارية والتنظيمية وتجهيز المنشئة الرياضية مشيرا نسمو إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة الكأس العالمية هو بمثابة نجاح لجميع العرب معتمرا سموه أن فتاح استاد خليفة يوجه رسالة واضحة عن عزيمة قطر قيادة وحكومة وشعبا على المضي قدما وبشكل متسارع في تجهيز كافة المنشئة الرياضية التي ستقام عليها البطولة بشكل متميز هذا وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على المتابعة المباشرة والحثيثة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لكافة الخطوات التي تتخذها دولة قطر من أجل تجهيز الملاعب وفقا لاشتراطات الاتحاد الدولي ومعاييره الأمر الذي سهم في تسريع وطيرة العمل في الملاعب بصورة مميزة مبنيا إثقته الكبيرة في قدرة دولة قطر على الانتهاء من تجهيز الملاعب قبل فترة طويلة من انطلاقة الحدث العالمي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر